اهلا وسهلا لبنات كانت تمنى تكونوا بيخير وعلى خير وانتو ما كانت تشاهدوا هذا الفيديو ما تنسوناش ماللايكاتكم وندخله في الموضوع مباشرة لبنات مع التعليق اشخالات سارة هو 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 عدا جاه النبيح وعدا بده هو بغي يشكي لنا حياته ديالش حال هادي والسيد واللف التهديد واللف بزاف ديال الحويج اه توقعات سارة كانت من المحل ديالها حيات عارفها وكانت يقول ليه راسو كانت يتحب بان صافرها مادم احنا يهجمنا على سرارها نهارا يخرجوا ويدوي ويقول عندي حقائق احنا غنت مزكولي وغنبدو نهضر علي ولا ندفع عليها ارد جمع اتى شكونتها كلما كانت سارة فنغنعرفه كمارتك اصلا راهي اللي توجه البلق قد تجيب لنا البلق لم يكن شيء سكيري شيء كمي شيء شائط على تريكتو ليه مقبلوش بيت تركيات طيب شيء يشد في المغربيات ويبدأ يتخنن عليهم ويبدأ أولا يطلع عليها السوق المشكلة في وصلات التهديد المهمة البنات السيد خارج بسطوري يقول بأن انتو ماما كتش معي وهذا الشيء اللي تتمنى انا يا رزع ما كان كوكاشوه في بلاستيكون تحر وهذا السنوات وانا يا ضيع ومني الاب من الام تزير السيد يعني تزير وكما نقوله تشكى وحس بذلك الشيء اللي كانت تحس به صارة اللي كانت تهزى الولاد فيها الام وفيها الاب فش كانوا عند ذاتها كان فيها الاب وفيها الام او لا احنا يا في هذا الفيديو والبنات كان حاولوا نوصل لها السيد هذا بأن حناية ستسيدة مهما انتاقدناها لا نأتيش ضدها على قبلك انا انتاقدها ونزيد انتاقدها على افعالها لانها لم تسمع الهضرة لانها تشوف واحد طريقة عوجة لانها لاحظ حجابها بدون يعني ما تفكر واحد طريقة هيماجية تخيلوا تكون سيدة ديرا حجابها سحا سلامت تولي تلبس صميطات وضلوا عيبانه كل شيء انا ضد فيها ما زال كانت تزيف لان احتاجها لديرا باش نكونوا واقعين رمي شي حجاب كانت ساترة راسها وصافي تحيت الزيف وتبقى تلبس المستور يعني شيء طبيعي ولكن اختي باش تبدأ يعظام كيبان وتبدأ تلبس الصميطات والعروة ديالك تبان انت يا ام ديال جوج ديال اطفال وعندك كده وثلاثين عام راكل الله يجعل البركارة اخديتي من النضج ما يكفي فهمتوني في هذا المسائل رهم ما كانت تتافقوش وفي مسائل وحدين اخرين انها خفيفة خفيفة لا في القرارات خفيفة لا في تصرفاتها خفيفة لا تتخليش خبزها تخمير ولماذا تتخليش خبزها تخمير لا تتأكلها في طائرة بدونت بأسفل ورقب على القادية لاننا يشوفنا انتقضوا هاجل سيدة اران بوستي احد البوست بالعربية لانت سيرجيه في رأس وانت راس مالك يجب أن تتعاطف معك لا تحل أولادك لا تحل أولادك لا تحل أولادك لا تكتب بالعربية لا تقلع أولادك حتى تضرب فيها إن شاء الأولادك لا ت Под определ الى الأمر يجب أن تصرفوا Lou Life يجب أن تشاهدون ماذا يخبرون يعني الى بنتي من المضلوم بها من المعنى ناقص الناقص ومعنى النار لن يقوم بتحديد الخارج يجري طوالك يجري طوالك المعرف خيلك ركبه ضرب الحقرة هو هذا انت خارج مقرر وخارج مصمم على انك تقادي الام ديالولادك اللي دير فيها الانسان الواعي والانسان الخالق كونك انت انسان واعي وانسان متخلق ما غاداش تخرج تدير بعدات كمي في اللايف قدام الناس اللي كيتفرجوه حتى يرامليم انت كتبوخ عليهم في الدخل ولكن شغير سنال واحد منك تداعي الاسلام وانت يا بعيد كل البعد على الدين وعلى الاسلام كلك وشامات وحالة ما تقاش تجبد من أن التجدد من الخارج بالغار والحالة والحالة ومتغير بأن موعدك فأكيد طبعا ما غاداش يكون ولادك راضي عن هذا الشيء ولكن بحكم انهم باقين صغر لا غاداش يقدروا اهضروا وبحكم أنهم ساكن مغلوبين على أمرهم وما عندهم شعلك لين لأنها فعلا هما محططين في واحد الوضع لا حول لهم ولا قوة رغم أن ذلك الوليدات وما للضحية فتش كامل لا أم لا أم يعني ناجحة كما تنقوله وعندها حس الحنان والمسؤولية ولا أب عنده توا يعني الحس بالمسؤولية لماذا سوف نقوم بإمكانك بالمسؤولية ومن بعد أنت تعطي صورة على الأم خيبة أنت هي الصورة كتبان لك أنت اللايفات كلهم غارة كلهم غارة يأتي لك مياه لك أنت نظر نحياتك كاملة لديك الأكسيجين لك الله يعفو الله يستر البنات كما قلت لكم هذا ما قالت سارة إنها تظن هادنة سوف يكون أخبت من لاخر الثاني فالشعاططة هادنة سوف يسرد الكباب لأنه قد تقول مشة سيد الدراري في الموضوع وكأنه على نفسك وحدي وحدي وكأنه يزيد وكأنه يهم يطلب سلب لعنب لتعطي الدراري المهم يجب ان يكون في حضن المهمرة. يمكن ان تلعب في دور الأب والأم. ولكن الأب معامره ما سيكون في بلاسة الأم. يجب ان تعرفوا القديرة مستحيل أن يلعب في دور الأم. لأن الأم وبالخصوص لكانت شي أم اللي حن هنا في ولادها. إلا الله أعلم. أنا ليس سأجمع كل شيء ولكن كان من 1.99% لما تقدر تلعب جوجة الأدوار. ما تريد أن يصوروا في هذا المنزل. ما تريد أن يكون مرونة. ما تريد أن يستطيع أن يكون قشة فيه. يكون قشة فيه. يكون مرحلة في الدار. ربما أخلق الأنت والذكر. وعرف أن الأنت لا تستطيع أن تكمل بوحده. وراجل لا يستطيع أن تكمل بوحده. يجب أن تكون هذه الجوجة في الحياة متوازنة. والخصوص إذا كانوا أطفال. على العموم. السي الكمي. اللي ما عندك شغل حاضعة الله يفات. يصبح قابل أولادك وصير خمل دارك. يصبح جمع لهم بيت النعاس. يصبح قدب أولادك. ربما أولدتهم. ما يشيهزهم لك المغاربة. قالت بوستات بالعربية. ما يديرون لك المغاربة. ما يديرون لك المغاربة. ما يديرون لك؟ الغلط الواحد للمغاربة أنها مغربية من هذه المغاربة. وكبيرت من نجوه الغل بجعران وعند نجوه الغل. وكانت ضحايا في هذه العلاقة. والذي يخذون العصى. لكن ليس لدينا لديه العصى. أنت تنتحر انتحر وموت نوت 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 نتعيش عيش. وذلك اللي تجوا يترجمو لك هذوك ما هو إلا واحد شايطات عندهم نقص في حياتهم يجوا يترجمو لك ويجوا يبغيوا يكبروا لك البعرة ويصفقوا لك شريكة الدير هات شريكين رفي أي دولة فيها الزين وفيها الخيب هذوك ما إلا تيدلوش على أن نقع المغربيات بحلقك كان المغربيات الحرات الماشاء الله أنا كيف ما قلت لكم صار نتاقدها ونعيرها ونعطيها هل الراس ولكن ما نوقفش أنا مع البراني ضدها أبدا ومعمر هذي غالي تكون أنا كنقول الكلام ديالي اللي كي ينحس به اللي كنشوف هات السيدارة غاد يفعل غالطة فيه ولكن باش نجي معاه هواي ضدها هي أبدا معمرا ما تكون وهات شي هو اللي كان بغي يوصل ليه أنه يجر واحد الفئة من المغاربة أو من القانوات يعني كيقصد نحنا خاتكم تعرفوا بأنه بغي يجر القانوات لمنتقدة الجهة دياله لننا بنعطيها لصارة بناحضوا ونعطيها ونعطيها ونبدو ننكبره لي في الشلو ونكبره لي في القناة وعلى ظهرنا وعلى ظهر صارة ولكن هات شي مع مره ما غاد يكون مع امرك ما غتحلم به وهاتي غير مودة ودايزة اللي حسيتي براسك جاك الضاجيج وجوك الناس واللي سعدك ستايا قيمة أعطيه اللي كلمغاربة أعطيها قيمة فهات شي رغا يدوس هات شي ما غاديش يطول لأنك لديك إلا تريد أن تشغل محتوى بأولادك وراثك و أنا نعاني و أنا أولادي و شوفوك تندوز نهاري و أب فيه أم و من هذا أنهم قد تدخل عندك قبل الوليدات تشوفهم كيف حيشون أنا شخصيا كنت نظر على راسي والله القسم لأوليدات و لماذا يجب أن تفرجوا وترى ترى تلك الوليدات المسيكي لفاحد صورة لا بدك تضع لكم البيان أعطب الدواري و لابسة توني المغرب و لابسة توني المغرب و لم يكن لابسة توني المغرب ما يكون لابسة توني المغرب ولا تحمل للمه والله نقطة ضعفة والدواري الصغار هذا هو لكن اعطى قيمة اعطى توني و لم يكن لديه شيء اخر أبدا